السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني في أولى حلقات مادة الرياضيات للترم الثاني 21-22 وهنستعرض مع بعض عندنا خمس فصول في الترم الثاني الفصل الأول الأسس والجذور الفصل الثاني اللغرتمات الفصل الثالث حساب المثلثات الفصل الرابع الهندسة المستوية الفصل الخامس المساحات النهاردة هنتناول مع بعض الفصل الأول أو الوحدة الأولى الأسس والجذور كنا استعرضنا في حلقة سابقة موضوعات المنهج كله بتاع الترم يريد ترجعولها مرة تانية احنا النهاردة هنعمل ايه؟ عايز ان انا افكرك بقوانين الأسس اللي انت درستها في المرحلة الاعدادية وازاي توظفها في حل التمارين للمنهج بتاعنا السنة دي تعالوا نشوف يعني ايه أسس الأول يعني ايه أسس؟ يعني لما قولك اتنين أسس تلاتة هسمي اللي اتنين ايه؟ وسمي التلاتة ايه؟ هنعرف حاجة اسمها الأساس وحاجة اسمها الأسس طب ازاي نجيبها؟ طب الناتج بتاعه هيطلع ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده لما قول اتنين أسس تلاتة يعني معناها اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين يعني اللي اتنين مضروبة في نفسها ثلاث مرات يبقى اتنين في اتنين باربعة في اتنين بكم؟ بتمانية طب لما قولك تلاتة أسس تنين وهل تلاتة أسس تنين تساوي اتنين أسس تلاتة؟ هشوف دلوقت تلاتة أسس تنين معناها التلاتة مضروبة في نفسها مرتين يبقى تلاتة أسس تنين طلعت بكام؟ بتسعة هل التمانية تساوي تسعة؟ لا يبقى تنين أسس تلاتة لا تساوي تلاتة أسس تنين طب يا أستاذ احنا بنسمي ايه؟ اقولك لما اقولك ألف أس ميم اللي تحت ده اسمه الأساس واللي فوق اسم الأس يبقى انا عندي أساس بيبقى تحت دايما زي ما نبني العمارة الأساس تحت يبقى انا كده معروف الايه؟ كلمة أساس يبقى هو ايه اللي تحت طب القس هو اللي فوق يبقى لما قول ألف أس ميم يبقى معناها ايه؟ الألف مضروبة في نفسها ميم من المرات طيب قلتلك عشرة أس خمسة معناها ايه؟ خلاص انا بقى عارف بقى انك انت خلاص عرفت هتقول للعشرة مضروبة في نفسها خمس مرات طيب اتنين أس مية يبقى معناها اللي اتنين مضروبة في نفسها ميت مرة ده ايه؟ ده تعريف الأسس طيب تعالوا بقى نشوف القوانين اللي عندنا بتتكلم على ايه؟ احنا عندنا خمس قوانين أساسية تعالوا نشوف في حالة الضرب في حالة الاسمة في حالة الرفع إلى قوة في حالة توزيع الأس على حاصل الضرب أو توزيع الأس على ايه؟ على القسم تعالوا نشوف القوانين الأولاني ألف أس ميم ضرب ألف أس نون طيب انت هنا بتضرب يبقى حينها نعمل ايه؟ نجمع الأسس يبقى هقوله ألف أس ميم زائد نون وخدنا مثال اتنين أس خمسة ضرب اتنين أس ثلاثة أنا عندي الأساسات متحدة يبقى هقوله أجمع الأسس خمسة زائد تلاتة كام تمانية طيب واحد يقول لي يا أستاذ هو ينفع أطبق الكلام ده على اتنين أس خمسة ضرب تلاتة أس اتنين أقوله لأ ما ينفعش لأن شرط أن لازم يكونوا متسويين في الأساسات يبقى هنا ما أقدرش أطبق القاعدة طيب ما لحلها إزاي؟ أقوله أفك اتنين أس خمسة لوحديها باتنين وتلاتين وأشوف تلاتة أس اتنين لوحديها بتسعة واضربهم مفيش غير كده أمال إمتى طبق القانون؟ أقولك لما الأساس يساوي الأساس الأساسات متحدة الأساسات عندي هنا شبه بعض أقدر أطبق إيه؟ القانون الأولاني طب تعالى نشوف خلي بالك أنا عايزك تربط الحاجات مع بعض دايماً الضرب يجي مع الجمح طب أكيد القسمة مع مين؟ مع الطرح خلي بالك من الحاجات الجزئيات دي هتلاقيها في أغلب الرياضات عندنا في أغلب المواضيع كلها طيب انت عندك هنا الضرب جمعنا الأسس طب تعالى بقى في القسمة يبقى أكيد هنطرح الأسس خمسة أس سبعة تقسيم خمسة أس ثلاثة الأساس زي ما هو؟ آه يبقى هقدر أن أنا أطبق القاعدة أقول له سبعة ناقص ثلاثة كام أربعة يبقى عند القسمة بنعمل إيه؟ بنطرح الأسس طيب تعالى ناخد مثال تاني أقولك سبعة أس تناشر تقسيم سبعة أس خمسة واحد يقول لي السبعة الأساس زي ما هو؟ وطرح اتناشر ناقص خمسة كام؟ سبعة برضو صح؟ يبقى أنا هيطلع عندي سبعة أس سبعة ده النتج بتاعي طيب تعالوا نشوف القانون رقم ثلاثة ألف أس ميم الكل أس نون يعني مرفوع للأس النوني مرفوع للأس إيه؟ النوني هنا بنعمل إيه بقى قالك بنضرب الأسس دي الحالة الوحيدة اللي احنا بنضرب فيها عند الرفع إلى قوة نضرب إيه؟ الأسس يعني اتنين قس ثلاثة لكل قس خمسة يبقى اتنين قس خمسة عشر تعالى نشوف مثال آخر تعالى نضرب نرفع مثلا نقولك اتنين قس ثلاثة الكل قس أربعة هقوله الاتنين ده الأساس ينزل زي ما هو طيب انت بتعمل إيه في الأسس؟ بتضربها ليه؟ لأن هنا مرفوعة يبقى ثلاثة فأربعة بكام؟ بإتناشر خلي بالك يبقى عند الرفع إلى قوة نضرب الأسس طيب القانون التاني بقى ان انا هاوزع الايه؟ هاوزع الأسس على حاصل الضرب وهوزع الأسس على القسمة تبدينا مثال يا أستاذ؟ أقول له اتنين قس ثلاثة في خمسة قس اتنين ولكل قس سبعة انت هتعمل ايه؟ قالك هضرب السبعة دي في الثلاثة مرة وفي الثلاثة مرة يبقى أقول له اتنين قس ثلاثة الكل قس سبعة في خمسة قس ثلاثة الكل قس سبعة طيب ما تضرب تلاثة في سبعة أقول له يبقى اتنين قس واحد وعشرين ضرب خمسة واضرب اتنين في سبعة بكام؟ باربعتاشر وطلع دي لوحديها وطلع دي ايه؟ لوحديها نفس الكلام في القسمة لما أوزع القس أوزعه مع البسط مرة ووزعه مع المقمر يبقى ألف قس ميم ها على باء قس نون ها طبعا لما أقول ميم ها يعني معناها ميم مضروبة في ها نون ها يعني نون مضروبة في ها طيب هل في هناك استنتاجات؟ ها هقول لك ألف قس صفر بيسوي واحد الألف ده بقى ليه شرط مهم جدا ايه هو؟ أن الألف لا تساوي الصفر ولا تساوي الواحد أيضا يبقى بشرط أن الألف ده لا يساوي الصفر يعني ما قلش صفر قس صفر بواحد لا كمية غير معرفة وأيضا واحد قس صفر لا يساوي الواحد وهناك خطأ شائع يقع فيه الطلاب أن هو يقول لك أي شيء مرفوع للقس صفر بواحد لا هنا في عندي تقييد بشرط وحتى لما نيجي نشوف الدلة القسية هنعرف أن هي غير معرفة عند إيه؟ عند الواحد فأنا هقول له هنا أن الألف لا تساوي الصفر ولا تساوي موجة بسالب إيه؟ واحد طيب الاستنتاج الثاني واحد قس نون يعني مرفوع للقوة النونية قال لك بواحد يعني إيه الكلام ده؟ واحد قس عشرة بواحد واحد قس مية بواحد واحد قس مليون برضو بواحد يبقى عندما ودي هنستخدمها في حل التمارين لما نيجي نحل إيه؟ معادلات أنا ممكن يجيلي مثلا الواحد أنا ممكن أخليه تلاتة قس صفر خلي بالك اللي هي واحد قس صفر دي ما ممكن أستخدمها طيب أنا عندي الأساس ده كان ثلاثة وأنا عايز أخلي الأساس هنا زيه وكان أعطيني واحد طيب ما أنا ممكن أخليه إيه؟ الواحد ده ثلاثة قس صفر طيب أنا برضو عندي هنا واحد قس نون طيب أنا ممكن أنا عندي واحد بس طيب ما أنا ممكن أخليها واحد قس عشر واحد قس عشرين يبقى فالاستنتاج ده هينفعني في حل التمارين دي قاعدة برضو مهمة جدا واستنتاج مهم ألف قس مين بتعمل ايه بقى لما بتنزل القس ده قالك بنعمل ايه بنغير اشارته يبقى واحد على ألف قس سالب مين يعني لو القس في البسط موجب ينزل في المقام بالسالب ولو في البسط سالب ينزل في المقام موجب تعالى نشوف الكلام ده يعني بتقولي اتنين قس خمس دي كأنها مقامها واحد أقولك يساوي واحد على اتنين قس سالب خمس القس الموجب ينزل في المقام بالسالب والعكس يعني واحد على تلاتة قس سالب اربعة أكيد انت عارف دلوقت هنعمل ايه نطلعها فوق ونغير الاشارة يبقى تلاتة قس اربعة وهنا بقى لما قولك عندي كسر اتنين قس ثلاثة اتنين على تلاتة قس خمسة وعايز اننا اقلب الكسر ده هغير اشارة القس او لما غير اشارة القس اقلب الكسر اللي يعجبك يعني تقولها كده وتقولها كده يعني دي معناها كام يا استاذ ادي سالب خمسة يبقى هنقلب الكسر يبقى تلاتة على اتنين تلاتة على ايه على اتنين طيب تعالى نشوف واحد تاني انا عندي اتنين على سبعة قس سالب تلاتة هو كان القس سالب طيب هتعمل في ايه قالك هنقلبه طيب هتقلب الكسر يبقى سبعة على اتنين تغير الاشارة دي تخليها ايه موجب هتخليها ايه موجب يبقى انا عندي قعدة مهمة جدا واستنتاج مهم جدا الف على باء قس سالب ميم لما احوله من قس سالب الى قس موجب هعمل ايه هقلب الكسر دي كانت القوانين بتاع الاسس والاستنتاجات بتاعتها ايضا انا محتاج ان انا اقول لك قعدة مهمة جدا ايه هي اذا تساوت الاساسات الف قس ميم يسوي الف قس نون طيب ايه ماله هستفيد ايه قالك يبقى القس يسوي القس يبقى القعدة اللي بتقول لي اذا كان الاساس اهو اخدها القعدة دي واحفظها يعني الاساس يسوي الاساس طبعا حفظي مع فه هستنتج ايه وتقول له بمأن تلات نقاط تعتباع اذا تلات نقاط فوق القس يسوي القس قعدة الاساس يسوي الاساس فالقس يسوي تب تدينا مثال يا استاذ اتنين قس سير يسوي اتنين قس خمسة مش انت بتقول له الاساس يسوي الاساس يبقى القس يسوي القس تكتبع كده واكتبها في حلك بما أن الأساس يسوي الأساس إذن الأس يسوي الأس يعني هنا إيه سينته يسوي إيه عفوا سينته يسوي خمس يبقى الأساس يسوي الأساس فإن الأس يسوي إيه دي أول قاعدة عندي جميل إيه كمان خلي بالك هو قالك هنا إيه باه قالك الأساس ده جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الواحد وسالب واحد وصفر مش أنا لسه كنت بقولك بتاع أي عدد أس صفر أنا عندي هنا إيه مع عدد ثلاث أعداد دول الواحد وسالب واحد والصفر لأن دول لما رفعهم من القوة صفر كمية غير معرفة طيب تعالى بقى نشوف لو كان الأس يسوي الأس إنت كده قلتنا الأساس بيسوي الأساس وعرفتنا إيه يبقى الأس يسوي الأس طيب تعالى نعكس تعالى نعكس لما قلت لك إذا كان الأس يسوي الأس دي مهمة جدا قالك بقى هنا في حلين الأساس يسوي الأساس عشان ما فيش حد يزعل من بعضه أهم مش أنا قلت لك الأساس بيسوي الأساس فالأس يسوي الأس هنا برضو أعطها لك بما أن الأس يسوي الأس يبقى الأساس يسوي الأساس جميل طيب في حالة استحالة أن الأساس يسوي الأساس قالك الأس ينعدم يعني إيه ينعدم يا أستاذ يعني يسوي صفر طيب يدينا مثال كده بسيط صغير أقول لك ثلاثة أس سين ناقص واحد يسوي ستة على سين ناقص واحد ستة أس سين ناقص إيه واحد إنت عندك هنا الأس يسوي الأس يبقى عندك احتمالين إيه الاحتمال الأول الأساس سوي الأساس طيب هل هنا الأساس سوي الأساس لا يبقى أنا أختار الايه الاحتمال الثاني طيب هل ممكن يجيلي مسألة وفيها أطلع الاثنين آه أقول له تعالى نستبدل التلاتة دي بمجهول هقولها مثلا صاط هقولها إيه صاط فأنا عندي أقولها سين زي ما أنا عايز بما أن الأساء الأس يساوي الأس يبقى الأساس يساوي الأساس يبقى ثلاثة تساوي صاط أو الأس ينعدل سين نقص واحد تساوي صفر يبقى سين تساوي واحد طيب لو أنا خلت دي سين برضو أقول له تعالى ثلاثة أس سين نقص واحد يساوي سين أس سين نقص واحد نفس الكلام هقوله بما أن الأس يساوي الأس إذن عندي حالين الأساس يساوي الأساس وفي الحالة دي سين هساوي ثلاثة أو الأس يساوي صفر وفي الحالة دي سين تساوي كام واحد يبقى هنا طلعت إيه قمتين خلي بالك القاعدة دي مهمة جدا طيب برضو بقولك إذا كان ألف أس ميم يساوي باق أس ميم ركز معي بقى قالك الألف هتساوي موجب وسالب باق لو كان الميم دا عدد زوجي عدد زوجي تعارف العدد الزوجية اتنين اربعة ستة تمانية وهكذا أو الألف تساوي الباق مباشرة لو الميم عدد فردي طيب تعال بالمثال يتضح المقال تعال ناخد مثال عليها احنا قلنا لو كان أس زوجي أو أس إيه فردي يعني هقولك سين مثلا أس اربعة خلاص وهنا صاد أس اربعة خلي بالك الأس يساوي الأس طيب السين هتساوي كام طالما الأس زوجي يبقى السين تساوي موجب وسالب صاد جميل طب الايه الايه التانية قالك السين أس ثلاثة هتساوي صاد أس ثلاثة هنا الأس ايه فردي يبقى مباشرة السين تساوي الصاد من غير اشارة موجب وسالب يعني باخد الموجب بس تاني لو كان الأس زوجي هيطلع سين يساوي قمتين موجب وسالب صاد لو كان الأس فردي يبقى السين تساوي صاد مباشرة دي كانت أهم القواعد اللي عندي تعالى بقى نشوف قبل ما نحل وندخل على التمرين آخر حاجة عندي الدلة الأسية تعريفها ايه قالك الدلة دي بتكون على صورة ايه صاد يساوي ألف أس سين أو ممكن أقول بدل الصاد دلسين دلسين يعني دلسين يساوي ألف أس سين أو أقول دالة من سين إلى ألف أس سين ثلاث صور للدلة الأسية بس هنا فيه شرط عندي بقى إن الألف تنتمي لحه الموجبة خلي بالك يعني ايه حاجة الموجبة يعني ما تنفعش لصفر ولا عدد سالب ولا أي حقال حه الموجبة وبشرط كمان الألف لا تساوي الواحد تملأ والألف هتساوي واحد قالك هنا في الحالة دي هتكون دلة ايه دلة ثابتة تعالوا بقى نشوف الشرح بتاعنا وهنشوف ايه قادي القوانين هعيدها تاني عندي على الشاشة القوانين الخامسة موجودين برضو بطريقة ايه تقدر تحفظها وتفهمها في نفس الوقت دي قوانين الأسس انا نبدأ نحل مع بعض التمرين اللي موجود على الشاشة ده بيقول لي ايه اوجد قيمة كل من المقادير الاتية 64 أس كام تلت بس انا عايز بقى اقول لك حاجة تعال معي بص كده عايزك تعرف مربعات ومكعبات الاعداد اقول لك المربعات مربعات الاعداد ومكعبات الاعداد يعني ايه الكلام ده يا استاذ اقول لك العدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كيفية الحد عشر حلو اول مربع الواحد واحد مربع الاتنين اربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين ستة وتلاتين اضربها في نفسها سبعة في سبعة بتسعة واربعين اربعة وستين تسعة في تسعة واحد وتمانين عشرة في عشرة احفظ الكلام ده طب مكعبات الاعداد مكعب الواحد واحد مكعب الاتنين تمانية او اضرب ديف دي اضرب العدد في مربعه ويطلع لك مكعبه تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين اربعة في تسعة اربعة وستاشر خمسة مية خمسة وعشرين ستة في ستة ميتين وستاشر ماشي؟ طيب سبعة في تسعة واربعين سبعة في تسعة معنا الستة سبعة في أربعة في تمانية وعشرين تمانية وعشرين وستة أربعة وثلاثين وهكذا هاعد أضرب في الأعداد دي ايه؟ عشان أطلع مكعبات الأعداد يبقى أنت عارف التلتمية تلاتة واربعين ماشي؟ ده ايه؟ آه ده أنا ممكن يكون مكعب العدد ايه؟ تمانية. طب الميتين وستاشر. اه. السبعة. المية خمسة وعشرين. الخمسة. الميتين وستاشر الستة. الميتين تده واربعين السبعة. المية خمسة وعشرين خمسة. الاربعة وستين مكعب الاربعة. السبعة وعشرين مكعب التلاتة. يعني ممكن اقول له سبعة وعشرين يساوي تلاتة قصة تلاتة. هتا كعيب. طب المية خمسة وعشرين يبقى خمسة قصة ثلاثة طب نيجي للمربع بقى الستاشر اربعة قس اتنين طب الخمسة وعشرين خمسة قس اتنين مهم جدا تبقى انت عارف مربعات ومكعبات ايه الاعداد ليه عشان تعالى نشوف بقى ايه هيفدنا في الحل بتاعنا اوجد قيمة كل من المقادير الاتين اربعة وستين قس تلت طب انت عارفت الاربعة وستين تعالى شوف كده الاربعة وستين ايه صح ملها وهنا ايه اربعة وستين بالنسبة للمكعبات هي اربعة وست تلات يعني سهل جدا اشيل الاربعة وستين دي واقول اربعة وست تلات طب هي عندي هنا ايه مرفوعة للقس تلت تم انا خدت القاعدة لعند الرفع الى قوة اضرب يعني هقول له اربعة واضرب تلاتة في تلت تلاتة انا بعملها بالبطيقة اهو عشان تبقى عارف بالخطوات تلاتة في تلت دي كأنها مقامها واحد تلاتة على تلاتة في واحد او بسط البسط مع المقام يعني اربعة وست واحد يعني النتيجة سوى اربعة خلصت تعالى بقى نعمل نفس الكلام بقى ونشوف بقى ايه القوانين نستخدمها في ايه تلاتة قس سالب نص الكل قس تمانية احنا في الحالة دي هنضرب يبقى تلاتة وهضرب سالب نص في تمانية السالب ينزل نص التمانية كام ما انا كلمة نص في تمانية يعني بقولك نص التمانية كام اربعة تعالى ده قس سالب ده ممكن ينزل تحت يبقى القس ايه موجب برافو عليك يعني احنا بنحاول نوظف الايه القوانين اللي احنا ايه درسناها دلوقت طيب تلاتة قس سالب اعلى قال لك تلاتة مضروبة في نفسها اربع مرات طيب تلاتة في تلاتة بتسعة تسعة في تسعة بواحد وتمانية يبقى تلاتة قس سالب اعلى بكم يا استاذ بواحد وتمانية المسألة خلصت طيب تعالى مية خمسة وعشرين قس سالب اعلى كام على تلاتة مضروبة في تمانية قس تلت الله تعالى المية خمسة وعشرين انا كنت لسه مرة عليها دلوقت خمسة قس تلاتة مرفوعة على اتنين على تلاتة ضرب التمانية قال لك اتنين قس تلاتة مرفوعة للأس تلت دي بقت سهلة جدا اضرب تلاتة في اتنين على تلاتة يبقى خمسة والتلاتة تروح مع التلاتة تفضل خمسة قس اتنين. ضرب. اتنين تلاتة في تلت بواحد. يبقى اتنين قس واحد. طب خمسة قس اتنين بكام? قوة تغلط وتقول لي عشرة. لا. لاننا بقى اني بضرب الخمسة في نفسها مرتين. خلاص بقى. احنا درست الاسس وعارف القوانين. هقول له خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. اتنين في واحد باتنين. خمسة وعشرين في اتنين بكام? بخمسين. يبقى انا كده ايه? خلصت المسألة. تعالوا نشوف مسألة تانية. تلاتة قس سالب خمسة مرفوعة لقس سالب اتنين. مضروبة في تلاتة قس اربعة مرفوعة لقس سالب اتنين. نمسك واحدة واحدة. ادي التلاتة ايه? واضرب سالب خمسة في سالب اتنين. انت فاكر لما بنضرب سالب في سالب بايه? بموجب. طيب خمسة في اتنين بكام? بعشرة. مرابو عليك. ضرب. هضرب اربعة في سالب اتنين? اقول له تلاتة واربعة. موجب في سالب? بسالب. اربعة في اتنين بكام? بتمانية. طيب هل تطلع التلاتة قس عشرة ومش? لا ما انا عطيت لك بقى قوانين. وانت عارف انك هتطبق القوانين. بص على ايه الاول? على الاساس. هل التلاتة هي نفسها? اه اكتب الاساس. طيب هتعمل ايه في الاسس? هتجمعها. يعني هتجمع عشرة زائد سالب تمانية. يعني عشرة نقص تمانية على طول. طب عشرة نقص تمانية بكام? باتنين. يبقى تلاتة قس اتنين. يعني تلاتة في تلاتة بتسعة. شكرا. يبقى انت كده خلصت السؤال الاولاني زي الفل. طيب تعالى نشوف مسألة تانية. وبيقول لي ايه? اختصر الى ابسط صورة. يعني ايه بقى? انت هتستخدم برضو قوانين الاسس. هتعالى نمسك البسط الواحده والمقام الواحده. العشرة دي كام في كام او كام قس كام? كام قس كام دي مش موجودة عندي. معرفش. مش موجودة اصلا. ما تنفعش. امال ايه? قال لك ممكن حاصل ضرب الخمسة في اتنين. يبقى لكل اسسين. يبقى انا اول خطوة عندي ضرب العشرة دي خلتها خمسة ضرب اتنين. طيب الخمسة وعشرين. اه لا دي تتحلل. دي تترفع لقس. يبقى اقول له خمسة قس اتنين. الكل قس كام نص سين. ضرب. الاتنين وتلاتين اه تتحلل. اتنين قس خمس. ما انا حفظتهم بقى خلاص. وانا عندي هنا خمس في سين نقص واحد. جميل او تساوي. انت هنا هتوزع القس بتاع على الخمسة مرة وعلى الاتنين مرة. يبقى خمسة اوسسين. واتنين اوسسين. جميل. هنا هتضرب الاسس في بعض. لان عند الرفع الى قوة بنضرب. اتنين في نص بكام يا استاذ? بص با خدها قاعدة. اي عدد في معكوسه الضربي بواحد. والمعكوس الضربي انك انت بتقلب الايه? الكسر. يعني اتنين على واحد يبقى واحد على اتنين. يعني ايه يا استاذ? يعني الاتنين تروح مع الاتنين يبقى خمسة اوسسين. جميل جدا. ضرب. الخمسة تضرب في الخمس. نفس الكلام. يبقى يتفضل عندي اتنين اوسسين نقص واحد. انت ملاحظ ايه هنا? انت ممكن تشتب خمسة اوسسين مع خمسة اوسسين. صح كده? اه. بس انا تعالى بقى نستخدم الطريقة عشان افرد فيه عدد مع السين. افرد ان هي ايه? سين تربيع. افرد ان هي ما. لا يبقى انا عشان اه 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 نمشي على شيء استندر اقول لك نزل الخمسة كبيرة كده. واتنين كبيرة كده. اللي في البسط ينزل بنفس اشارته. واللي في المقام غير اشارته. قاعدة كده سهلة? تمام. تاني. بنزل الخمسة والاتنين. اه الاساسات اللي عندي. ما فيش غيرها. وتعالى بقى ناخد الاسس. بقول لك خد اللي في البسط بنفس اشارته. يبقى هنا سين. طب اللي في المقام دي قال لك غير اشارته. يبقى ناقصين. جميل. طب هنا عندي مين? سين. طب غير اشارة دي. تبقى سالب سين. خلي بالك دي سالب. تبقى موجة بواحد. الله عليك. جميل. طب تعالى بقى نشوف كده. سين نقصين بكم يا استاذ صفر? خمسة قص صفر. انا عارف انها بواحد. اصح. منا كنت ممكن اشتوبهم مع بعض. بس انا قلت لك امشي على ايه? كده لان ممكن يكون فيه اعداد تاني. طب هنا عندي سين راحت مع السين. يتفضلك اتنين قص واحد. خمسة قص صفر بواحد يا استاذ? واتنين قص واحد باتنين. يبقى الناتج يساوي اتنين. يبقى الناتج يساوي كام? اتنين. برافو عليه. تعالى نشوف مسألة تانية. اختصر اتنين وعشرين قص اتنين سين ضرب تلاتة قص اتنين سين زائد واحد على احداشر قص اتنين سين زائد. ايه الكلام ده? اقول لك تعالى بسيطة خالص. الاتنين وعشرين دي تيبقى كام في كام? اتنين في احداشر. مرفوع عليه القص كام? اتنين سين. جميل. التلاتة خلاها زماية. ما تتحللش. يبقى اتنين قص سين زائد واحد. طب الحداشر خلاها زماية. يبقى احداشر قص اتنين سين زائد واحد. طب الستة? اه لا دي تحلل. بس يتحلل القص ولا حصل ضرب? لا حصل ضرب. يبقى اتنين ضرب تلاتة. طب اتنين ضرب تلاتة زي ما حللت الاتنين وعشرين كده? اتنين في احداشر. يبقى الستة اتنين في ايه? ضرب تلاتة. بس القص بتاعها ينزل هنا مرة وهنا مرة. اقول له بقى تعالى. القص بتاع اتنين سين دي ينزل على الاتنين مرة وعا الحداشر. يعني انت تقدر تقول لي ايه? انا عندي الاساسات اتنين وحداشر وتلاتة بس. فتقدر تقول لي كده اتنين كبيرة ضرب. حداشر كبيرة كده. ضرب وبعيد عن بعض. تلاتة. واتفقنا. هناخد الاسس اللي فوق زي ما هي. واللي تحت اغير اشارتها. امسك الاتنين كده. مش ديه عندي هنا. عشان اوضحها لك اتنين قص اتنين سين. ضرب احداشر قص اتنين سين. والتلاتة زي ما هي. اتنين سين زائد واحد. تمام? والمقام زي ما هو. انا عاية بس حللت فكت ديه عشان تاخد بالك. القص هنا كام? اتنين سين. اهو. تعالى نعملها بلون تاني. عشان تبقى واضحة معاك. اه دي اتنين سين. جميل. طب في المقام عندي فين اللي اتنين? اهي. برضو اتنين سين. ايه بقول له سالب اتنين سين عشان اغير اشارتها. فيه اتنين تاني يا استاذ? لا. تعالى نشوف الحداشر. الحداشر اتنين سين. جميل. طب فيه احداشر فوق تاني? لا. طب احداشر تحت? اه. اللي هنا اعمل في ايه? اغير اشاراته. يبقى سالب اتنين سين ناقص واحد. غيرت اشاراته كلها. طيب فيه حاجة تاني احداشر تاني? لا. طب تعالي نشوف التلاتة. فوق اتنين سين زائد واحد. تحت اتنين سين بس. طب اغير اشاراتها يبقى اتنين سين. ايه الجمال ده? تعالى بقى نشوف نبسط. اتنين سين راحت مع سالب اتنين سين. يبقى اتنين قص صفر اللي انا هاعرف انها بواحد. اتنين سين راحت مع اتنين سين. يبقى احداشر قص سالب واحد. ايه يا استاذ السالب ده? يعني هنزل تحت. طب اتنين سين راحت مع سالب اتنين سين. يبقى تلاتة قص واحد. يبقى الناتج تلاتة قص واحد بتلاتة. حداشر قص سالب واحد تنزل في المقام بحداشر. يبقى الناتج النهائي كام? تلاتة على حداشر. جميل اول. تعالى ناخد نوع تاني من المسائل هما يعني اه ممكن يقول لي اختصر وممكن يقول لي اثبت. اثبت يعني ايه? يقول لي اثبت ان الكلام ده يساوي تمانية. الكلام ده يساوي كام? تمانية. تعالى بقى نشوفه نحلل كده ونمشي مع بعض. اربعين قص سالب واحد. انت هتمسك الطرف الايمن. الاولان ده. الاربعين دي كام في كام? اقول لك خمسة في تمانية. تب ليه ما عملتاش اربعة في عشرة? اقول لك عشان الاربعة قاطة حل لها قص اتنين قص اتنين. لكن لسه العشرة اتنين في خمسة. لكن لما انا عملتها خمسة في تمانية. التمانية انا هحللها اتنين قص تلاتة. برافو عليك. يبقى خلي بالك اهو. طيب. ضرب. الاتنين وتلاتين. انا خلاص بقى العدد دي مرت علي عشرين مرة. يبقى اتنين قص خمسة. ضرب. الخمسة وعشرين. خمسة قص اتنين. طيب. خمسة ضرب. ربع قص سالب اتنين. ربع قص سالب اتنين يا قص دي الربع ده كأنه نص قص اتنين. صح. كده. واضرب اللي اتنين في سالب اتنين. يعني قص اتنين كده. الكل قص سالب اتنين. لما اضرب يطلع سالب اربعة. يبقى ده عندي. هيساوي. خمسة قص سالب واحد. ضرب. التمانية كان بقى. اتنين قص تلاتة. الكل قص سالب واحد. ضرب. هضرب الخمسة في اتنين. يبقى اتنين. خمسة في اتنين بكم يا استاذ. بعشرة. ضرب خمسة قص اتنين. وهنا خمسة ضرب. النص ده. انا ممكن اعمل ايه بقى? مش ده هيطلع سالب اربعة. وهو هنا بالقص السالب. تم تقلبه وتخليه موجب. طب هتعمل ايه? هتقلب الكسر. يبقى اتنين قص اربعة. الله. انت عندك بقى خمسة واتنين بس. اقول له بقى احنا اتعلمنا بطريقة خمسة كبيرة كده واتنين كبيرة. واجيب لون تاني عشان تبقى عارف هنعمل ايه? واشوف الاسس اللي عندي. هنا كام سالب واحد. في خمسة تاني? اه موجب اتنين. طب هنا عندي كام? موجب واحد. طيب نمسك اللي اتنين. تلاتة في سالب واحد بسالب تلاتة. اهو. وهنا كام? عشرة. طب هنا كام? اربعة. بس هتطلع فوق بايه? بالسالب. خلي بالك. اه انا عندي هنا سالب واحد. وعندي هنا موجب اتنين. يبقى المفروض دي هتطلع يا استاذ هنا دي كانت موجب واحد تطلع بالسالب. ايوة انتبه. طب انا عندي هنا الاربعة هتطلع بسالب اربعة. يساوي. سالب واحد وسالب واحد سالب اتنين. وموجب اتنين صفر. يبقى خمسة والصفر. اللي هي هتبقى بواحد. ضرب. سالب تلاتة وسالب اربعة سالب سبعة. وموجب عشرة. يبقى عشرة ناقص. سبعة تلاتة. يبقى اتنين قس تلاتة. طيب خمسة قس صفر بكام بواحد. اتنين قس تلاتة بكام بتمانية. واحد في تمانية بكام بتمانية. هل هو الطرف الايصر? اقول له الايصر. يبقى خلي بالك. لما يجي لي مسألة ممكن يقول لي اختصر. وممكن يقول لي اثبت انة. لو قل لي اختصر. يبقى هو مش جايب للطرف التاني. اما لما يقول لي اثبت انة. يعني معناه ان هو عايز يساوي الطرف الايمن. لازم قم تتساوي ايه? الطرف الايصر. تعال نشوف مثال اخر. او تمرين اخر بقى ايه? مع الاسس كده ونعيش مع الاسس. بقول لي اختاري الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. اذا كانت اتنين اسسين نقص واحد. يساوي تلاتة اسسين نقص واحد. طيب انت بتعمل ايه في المسائل دي? اقول لك اول حاجة تعالي بقى ارتب الخطوات. ابص على الاساسات. هل الاساس يساوي الاساس? لا. انتقل للخطوة التانية. اشوف الاس. هل الاسس يساوي الاس? اه. في الحالة دي بقى ارجع اقول له. ازن الاسس يساوي صفر. لان عندي الاساس ما بيساويش الاساس. تمام كده? طيب. لو انا بقى في الدروس البعد كده لما ناخد اللغة الات ان شاء الله. لو لقيت بقى ان الاساس لا يساوي الاساس والاس يساوي لا يساوي الاسس. هنا في الحالة دي مقدمكش الا حل واحد اللي هو ايه? اللغة مال. ده ان شاء الله هنوصل له ايه? في دروس القادمة. تعالي نشوف مسألتنا دي. انت عندك هنا القس ينعدم. يعني القس يساوي صفر. يبقى القس هيساوي صفر. يعني سين نقص واحد يساوي صفر. زي معرفتك قبل كده. ودي الحارة التانية. ولما نروح من الحارة الحارة نغير الاشارة. يبقى سين هتساوي مجاب واحد. اختار الاجابة ايه? مجاب واحد. خلصت. طيب تلاتة قسسين زائد خمسة بساوي واحد. الله 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 الله. ده انا عندي الاساس هنا تلاتة وعندي هنا واحد. اه. مش انا قلت لك هيجي لك في المسائل وهتختار الواحد ده ممكن تحوله لأي عدد قس صفر. اه. يبقى في الحالة دي هقوله الواحد ده تلاتة قس صفر. طب ليه يا استاذ اخترت التلاتة? تحديدا اقول لك عشان هو اعطيني الاساس هنا تلاتة. صح? طب لو اعطيك هنا اربعة اختار اربعة. خمسة خمسة. سبعة سبعة. يبقى انا على حسب ما هو اعطيني في المسألة. هقوله بما ان الاساس يساوي الاساس فالقس يساوي القس. القس هنا عندي ايه? سين زائد خمسة بيساوي صفر. ودي الحارة التانية يبقى سين انقل وغير الاشارة يبقى سالب خمسة. اختار الاجابة سالب ايه? خمسة. طب ازا كانت صادق الصربعة تساوي واحد. اه ده القس الموجب. طب انت عندنا يا استاذ برضو نفس الطريقة انت قلت صادق الصربعة هتخلي دي واحد قسة اربعة. وهناك قلتن لو كان الاس زوجي لازم يطلع عندي اشارة موجب سالب. يعني الصاد لازم تطلع موجب سالب ايه? واحد. اختار موجب سالب واحد. طب لو كان الاس فردي كنت اقوله بواحد بس. جميل جدا. تعالي نشوف مثال اخر برضو. اكمل. ازا كان الصاد قسة تلاتة بسها واحد. انا لسه ايه لك على دلوقت? ده القس ايه? الفردي. طب هتعمل الواحد دي كام? اقوله تعالى انت شايف هنا دي قسها كام دي? تلاتة? يبقى هقوله هنا واحد قس تلاتة. واحد قس كام? تلاتة. جميل. زي ما عملت دي كانت واحد قسة اربعة. طب القس يساوي القس فالاساس يساوي الاساس. طب القس هنا فردي. هحط اشارة موجب سالب. لا. يبقى الصاد تساوي واحد مباشرة. جميل. ازا كانت اربعة اسسين تساوي اربعة وستين. لازم تحلل ده. يساوي. لازم يكون فيه اساس واس. طب هتقوله اربعة اسسين تساوي. الاربعة وستين دي اربعة اس كام? تلاتة. وبما ان الاساس يساوي الاساس فالاس يساوي الاس يبقى السين بكام? بتلاتة. ازا كانت ستة اسسين نقص خمسة يساوي سبعة قس خمسة نقص سين. لاحظ هنا ان هنا عندي ايه? سين نقص خمسة وهنا خمسة نقص سين. فيه بس تركة بسيطة كده ان انت هتبدل دول. طب لما هتبدل تعمل ايه? قال له اخد اشارة سالب عامل مشترك. يبقى اقول له سين نقص خمسة زي ما هي. وهنا هقول له سالب سين نقص خمسة. طب واحد يقول لي عملت كده ليه? اقول له عشان هخلي الاس يساوي الاس. طيب دي سالب واحد. هحطها مع السبعة. هقول له اذا ستة اسسين نقص خمسة يساوي سبعة اسس سالب واحد اسسين نقص خمسة. اهو. جميل جدا. طب انت عندك الاسس يساوي الاسس. هل الاساس بيساوي الاساس? لا. يبقى الاسس ينعدم يعني معناها سين نقص خمسة تساوي صفر. كلمة ينعدم يعني يساوي صفر. هو والعدم سواه. طيب انت بتعمل ايه? بتحل معادلة. بتنقل الحارة التانية وتغير الاشارة. يبقى سين تساوي خمسة. كده كنا ايه? حلينا السؤال ايه? الاكمل. تعالوا بقى ايه? المسائل دي بتتكرر في الامتحانات? لابد ان هي اه يجيلي مسألة على حل معادلات او قيم سين بيجي حسب الطريقة او حسب الصيغة اللي هجيلي. لكن تعالوا نشوف طريقة الخطوات. السؤال الاول. اربعة اسسين زادي اتنين. تساوي اربعة اسس خمسة. انت بتعملي بقى? بتقول له كده. ويلد تكتب بقى الكلام ده معاي. بما ان الاساس يساوي الاساس. انا قلتلك. واذا? تلات نقاط. الاساس يساوي الاس. تب الاس هنا عندي كان بقى سين زادي اتنين. والاس هنا كان خمسة. بقت معادلة. ودي الحارة التانية. يبقى سين تساوي خمسة ناقص اتنين تساوي تلاتة. يبقى النتيج يساوي تلاتة. خلصت. المسألة اللي بعديها. تلاتة اسسين ناقص اربعة. يساوي ستة اسسين ناقص اربعة. انا عندي هنا بما ان الاس يساوي الاس. عندي احتمالين. الاساس يساوي الاساس ده مرفوض. هل التلاتة تساوي ستة? لا تساوي ستة. يبقى الروح للنحية التانية. الاس ينعدم. يعني يساوي صفر. يبقى سين ناقص اربعة يساوي صفر. يبقى السين بيساوي كام? اربعة. والمسألة خلصت. تعالوا نشوف مسألة كمان. برضو على ايه? حل المعادلات? او اوجه قيمة سين. يعني حسب ما يجيب لي ايه? في المسألة. تعالوا بقول لي. خمسة قس تنين سين نقص ايه? خمسة قس تنين سين نقص خمسة. يساوي خمسة قس سين زائل تلاتة. انت برضو عندك انا هتبص على ايه? اول حاجة? ركز بقى معي. الاساس يساوي الاساس فالاس يساوي الاس. تعالى بقى نضرب. ونشوف هنعمل ايه? بما ان الاساس يساوي الاساس. ازا الاس يساوي الاس. عندك حاجة تحللها? مفيش. يبقى اتنين سين نقص خمسة تساوي سين زائل تلاتة. وهنا بقى افكرك بالمعادلات بتعمل ايه? بتجيب المجاهيل في طرف والاعداد في طرف. وطبق القعدة الشهيرة اللي قلت لك عليها لما نروح من حارة لحارة نغير الاشارة. يعني من الطرف اليمين لليسار نغير ومن اليسار ايه? لليمين نغير. فانا هقول له بقى اتنين سين هجيب له السين. طب هنا بالموجب يبقى بالسالب. حط يساوي تحت يساوي. التلاتة تنزل. انت هجيب لها الخمسة. بس هي بالسالب تروح بالموجب. يبقى انا في الحالة دي اتنين سين نقص سين كم طلعت سين? طب تلاتة زائد خمسة كم? تمانية. المسألة خلصت. ايه الجمال ده? طب تعالي نشوف واحدة كمان. انا عندي هل الاساس يساوي الاساس? لأ اروح للخطوة اللي بعدية. هقول له بما ان الاس يساوي الاس. عندك احتمالين يا استاذ? الاساس يساوي الاساس او الاس ينعدم يعني يساوي صفر. تعال بقى نحل بقى. انت قلت الاساس بيساوي الاساس. طب الاساس هنا كام? سين. والاساس هنا خمسة. ده اول حل. طب الاس ينعدم يعني سين نقص اتنين تساوي صفر. يبقى سين تساوي كام? اتنين. وخلصت. يبقى مجموعة الحل هنا كام وكام خمسة واثنين. طبعا دي مجموعة ممكن تقول اتنين وخمسة زي ما انت عايز. جميل خالص. تعال نشوف برضو فكرة تانية من المسائل بتاع المعادلات. سين قس اتنين سين نقص خمسة. يساوي تلاتة قس اربعة سين نقص عشرة. ايه ده استاذ? ده للاساس بيساوي الاساس وده الاس يساوي الاس. اقول لك مهلا يا فتاة. انت عندك الاس ده ممكن تلعب فيه. يعني اعمل يا استاذ. قال لك يا اخي خد عامل مشترك. دور على عامل مشترك عشان يطلع لك زي الاس ده. تعال بقى نشوف كده. يبقى نزل سين. قس اتنين سين نقص خمسة. تلات. انا ممكن اخد اتنين عامل مشترك يا استاذ. صح. تعال نقسم كده. اربعة سين على الاتنين. اتنين سين. عشرة على الاتنين خمسة. الله ده طلع زي ده تماما. اقول له اصبر بقى. اصبر معي عشان ايه نشوف. انزل دي زي ما هي. يبقى سين. قس اتنين سين نقص خمسة. وهنا اقول تلاتة قس اتنين بقى تبقى تسعة. قس اتنين سين نقص خمسة. هنا تقدر تطبق القعدة بتاعتك. هتقول له ايه بقى بما ان الاس يساوي الاس. عندك كم حل اتنين. الاساس يساوي الاساس او الاس يساوي صفر. طب الاساس بيساوي الاساس. الاساس هنا كام سين وهنا تسعة. يبقى سين تساوي تسعة. شكرا. وهنا الاس كام يساوي صفر. يبقى تنين سين نقص خمسة يساوي صفر. ود الحرق تانية يبقى تنين سين تساوي خمسة. اسم على معامل سين يبقى سين تساوي خمسة على اتنين. يبقى مجموعة الحل كام تسعة وخمسة على اتنين. جميل. تعال نشوف فكرة كمان. خمسة وعشرين قس سين تربيع نقص واحد يساوي مية خمسة وعشرين قس سلب سين. تعالى. الخمسة وعشرين خمسة قس اتنين. الكل قس سين تربيع نقص واحد. المية خمسة وعشرين خمسة قس تلاتة. الكل قس سالب سين. تعال نضرب. يبقى خمسة قس اتنين سين تربيع نقص اتنين. انت ضربت الاسس. يساوي خمسة قس سالب تلاتة سين. طب بتقول له الاساس بيساوي الاساس. اه. الاساس يساوي الاساس. ايه اللي يساوي القس جميل طب القس هنا عندي كام اتنين سين تربيع نقص اتنين يساوي سالب تلاتة سين ايه الكلام ده ده انا بشبه عليها دي معادلة طب رتبها بقى وخليها معادلة صفرية يعني دخل ده جوه يبقى اتنين سين تربيع زائد تلاتة سين ناقص اتنين يساوي صف وده مقدار ثلاثي يحلل باستخدام المقص فاكر المقص اللي هو بتاع الاسهم اتنين سين تربيع يبقى اتنين سين وسين اللي اتنين واحد في اتنين ما فيش غيرها ادي واحد في اتنين ايه شرط الاوسط موجب يبقى دي حصلت ضرب موجب وده سالب ده بتاع تأكد كده اتنين سين في اتنين بكام باربعة وسين في واحد بواحد اربع نقص واحد تلاتة صح اخد اللي فوق في قوس يبقى اتنين سين نقص واحد في قوس والسين زائد اتنين في قوس بيساوي صفر بتقول له بقى اما او اما الاولاني بيساوي صفر او التاني بيساوي ايه صفر وفي الحالة دي بتعمل ايه بقى بتحاول انك انت تود الحارة الناحية التانية تعال نشوف اتنين سين نقص واحد تساوي صفر ود الحارة التانية يبقى اتنين تساوي واحد اخدها قاعدة كده وطريقة خطوات حل قسم على معامل المجهول يبقى سين تساوي ايه نص ده الحال الاولان التاني سين زائد اتنين تساوي صفر يبقى ود الحارة التانية يبقى سين تساوي سالب اتنين ما تنساش تغيير الاشارة يبقى انا عندي مجموعة الحل نص وسالب ايه اتنين جميل خالص تعال نشوف برضو مثال تاني بيقول لي ايه بقى اذا كان دال سيني ساوي تلاتة قوس سين تلاتة ايه اوسسين اوجد قيمة كل من والمسائل دي هتينفعك في الصف الثاني الكلام ده بالنسبة لطلاب الايه الصناعي هيكون عندهم رياضيات في الصف الثاني والثالث فالكلام ده هينفعك ازاي تعوض في الدالة بعدد وطلع قيمته فاركز معايا كده عشان تفتكر الكلام ده بيقول لي اذا كان ايه دال سين بيسوي تلاتة اوسسين فوجد قيمة دال صفر اقول له ابشر تعال انت عندك دال سين تساوي تلاتة اوسسين وانت عايز دال صفر يعني انت عارف انت عملت ايه شلت السين وحطت صفر تعال انشل السين هنا تلاتة اوسس سفر بكام بواحد خلصت طيب دال واحد يبقى تلاتة اوسسين انت شلت السين وحطت كام واحد تبتت اوسس واحد بكام بتلاتة خلصت تعال انشوف دال سالب اتنين يبقى تلاتة اوسس سالب اتنين طب انت عارف السالب بتعمل في ايه ها بتغيره موجب وتقلب الكسر او تنزل تحت ليه عجبت يعني تقول له واحد على تلاتة اوسس اتنين طيب يعني واحد على كام على تسعة انت كده حلت الجزء الاولاني من التمرين بتاعك عايز بقى ايه النص التاني بقولك ايه حل المعادلة واذا كان دال اتنين سين ناقص تمانية دال سين يسوي تسعة فاوجد قيمة سين تعال بقى واحدة واحدة كده ايه نحل المعادلة هقول له دال اتنين سين الدال سين 3 اوس سين تابدلت اتنين سين يبقى 3 اوس اتنين سين بسيطة خالص ايه يبقى 3 اوس اتنين سين ناقص تمانية دال سين ايه دال سين يبقى انا عندي تمانية مضروبة في 3 اوس سين يسوي كام تسعة يسوي تسعة تمام انا هلل التمرين ده على طول اوه هيقول لهنا هجيب ده هنا يساوي ايه يساوي بالسالب اخلاها معادلة صفرية يبقى 3 أس 2 سين نقص 8 في 3 أس سين نقص 9 سوصف احيانا اقول للطالب ايه شيل 3 أس سين وحطها بصاد عشان بس تريحك في الحل يبقى اقول له صاد قص 2 نقص 8 صاد نقص 9 السوصف مقدار ثلاثي صاد وصاد التسعة واحد في تسعة الاشارة دي سالب ودي موجب يبقى اقول له صاد زائد واحد وهنا صاد نقص 9 بسوصف اما صاد زائد واحد تساوي صف وصاد نقص تسعة تساوي صف يبقى هنا صاد تساوي سالب واحد وهنا صاد تساوي ايه تسع هلا سيبقى كده لا ارجع بقى تاني وقول له اشيل الصاد وقول له 3 أس سين بالساوي سالب واحد ده مرفوض ليه أستاذ لان ما فيش ايه عدد هنا هيطلع بالسالب الأس هنا يبقى أسين هنا ايه ما فيش قوة تترفع للتلاتة وعشان تديني سالب واحد يبقى ما فيش غير مين الصات هقول له بقى تلاتة أسسين يساوي تسعة التسعة دي أسس تلاتة أسس اتنين أساس يساوي أساس فالأسس يساوي الأس يبقى سنتي ساوي كام اتنين وإلى هنا يا أبناء الطلاب ينتهي حلقة اليوم مع وعد باللقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته